الأبراج اليومية السابع والعشرين من نوفمبر 2023 لاثنين يأتي يوم الاثنين عموما ببداية صعبة والتي سيشعر بها بشدة بعض الأشخاص الأكثر حساسية والذين سيمرون بإكتئة بعاطفية اليوم قد يكون ذلك بسبب صعوبات والتزامات مالية مختلفة لكنه قد يكون أيضا مرتبطا بمعظم المسؤولية التي تقع على عتيقك في هذا الوقت سيكون لديك شعور بأن الجميع سيريدون أو يتوقعون شيئا منك اليوم وفي أسرع وقت ممكن يمكن أن يذق لك هذا يوم الاثنين أيضا التزامات أو اهتمامات مختلفة تتعلق بكبار السن أو الوالدين بعض الأحداث المثيرة للاهتمام والمهم يوم الاثنين ستتعلق بالأشخاص الذين مروا إلى ما بعد فستكون الأحداث الرئيسية يوم الاثنين مرتبطة بالسفر والتواصل مع الأشخاص من القريب والبعيد خلال هذا اليوم سيكون تواصلك مع أقاربك الذين يعيشون في مستوطنة أخرى أكثر ديناميكية بسبب تطور الأحداث المهمة المختلفة سيتم التخطيط لانفقتك اليوم بشكل جيد وفي معظم الحالات تتعلق بالأشخاص المقربين منك سيكون هذا يوما مناسبا لتسوية بعض المشكلات المالية فيما يتعلق بالحب يمكن أن يكون التجارب كالحميمة عواقب غير متوقعة مثل الحمل المرغوب أو غير المرغوب فيه فسوف تبدأ الأسبوع بتطور بطيء لأمرك الأمر الذي سيتطلب منك إظهار قدر أكبر من الصبر وفهم أقوال وأفعال الأشخاص الآخرين من حولك فإن الجهات الالتصال الجديدة المثيرة للاهتمام تنتظرك سيكون من المفيد لك وجود الأشخاص الذين تعمل معهم مع أو لديهم اهتمامات والتزامات سماعية مشتركة فسيتعين عليك اليوم الالتزام بمشكلات أو مهمة مهمة تتعلق بالمنزل أو الأسرة دون تأخير فسيتعين عليك يوم الاثنين إظهار الولاء لأشخاص معينين أو لقضية ما في وقت صعب وامثير للجدل اليوم سيكون من المهم الحفاظ على كرامتك أو كرامة الأشخاص المهمين في حياتك سيتم تذكر يوم الاثنين بمزيد من التواصل مع أصدقائك من القريب والبعيد وبالحديث عن مواضيع مهمة واتخاذ قرارات جادة في الحب أن تتخاطر بتعميق سوء الفهم أو الوضع الحساس فسيكون يوم الاثنين يوما مثيرا للاهتمام وديناميك حيث تتلقى مجموعة متنوعة من المعلومات سيكون لديك اليوم سبب للتعامل بجدية أكبر مع بعض الشؤون المالية والمدفوعات والعمل بالمستندات المالية وما إلى ذلك أن يتوقع يوما رائعا قد تشعر فيه تحرر من بعض همومك ومخاوفك السابقة فسيشهد يوم الاثنين مهامك وتزاماتك المهمة المتعلقة بعائلتك ومنزلك مع الأشخاص الذين تحبهم أو يشكلون جزءا مهما من حياتك أن تتدخل وقتا مسؤولا للغاية حيث يجب أن تكون أفعالك مدروسة جيدا للتجنب التسرع وانفاذ الصبر سيكون من الصعب جدا عليك الحفاظ على الانسجام في الجو في منزلك ومكان عملك فقد ينشأ اليوم تعاطف غير متوقع مع شخص تعرفه منذ فترة طويلة أو ستقابله اليوم فإن تدخلك بطريقة أو بأخرى في حياة الآخرين سوف يسبب لك مخاوف غير مرغوب فيها مما يسبب الشك حول معنى أفعالك فيجب التغلب على ترددك في الالتزام بأي مشكلة عقارية أو منزلية لأنك في الواقع ستجد اليوم حلا أسهل بكثيرا لهذه فصوف تدكي في يوم الاثنين مع تصرفات وقرارات الأشخاص من حولك يمكن تذكر اليوم بتجارب الحب التي ستكون مصحوبة بمشاعر قوية ستكون هناك فرصة في عائلتك لمناقشة أخبار مختلفة من حياة الأشخاص الذين تعرفهم الإجراءات المتعلقة دي بالصعي لتحقيق شيئا شخصي لك حتى على حساب بعض الحيل أو التلاعب سوف تتطلب الاهتمام قد لا تحب النتيجة أو الرد فسيكون اليوم هو الوقت المناسب لإلقاء نظرة فاحصة على المهام والإهداف التي لديك حاليا إلى أي مدى وصلت وما الذي أنجزته وما يمكنك تحقيقه بحلول نهاية العام فسيكون من الصعب التواصل معك اليوم وستكون حساسة وغير صبور واستريد أن تسير الأمور على طريقتك فسوف تجري يوم الاثنين محادثة مهمة ستسير بعض الشكوك أو الغموض بداخلك